الفترة اللي فاتت كلها الدولة كان لها مبادرات كتير زي 100 مليون صحة وزي حالات الكلة أمراض الكلة وزي قوام الانتظار كان لها دور كبير وفعلا بالفعل احنا بدأنا نلمس متابعة الدولة لحالات كتير فعلا تحولت لبعض أنواع العلاج زي غير قوام الانتظار في حاجات زي المهد القوامي الأمرام وزي حاجات القلب كان لها دور كبير جدا وبدأت مرموسة حتى في وسطينة انا شايف ان الدولة عاملة موجود جبار في المراضة جدا بصراحة بدأت من حملة مليون صحة والقضاء على فيروس سي فبصراحة الدولة شغلها في مجهود جامد جدا جدا في موضوع الصحة فدي حاجة برضو نحن نشكر الدولة عليها ونشكر المجهود الجبارة اللي حصل لأننا لفترة اللي فاتت منظمة الصحة عندنا كانت منهرة شوية فدلوقت مع توجهات الرئيس الجديدة ومع توجهات وزير الصحة الجديدة بصراحة المجهود على أعلى مستوى الخدمات الحكومية بقت على أعلى مستوى برضو ومنظومة التوعية بقت دلوقتي بقت كل الناس عارفة أن فيه حاجة اسمها مليون صحة وبقت الناس كلها عارفة يعني بصراحة والتلفزيون والسوشيال ميديا وكل حاجة عاملة موجود جبار في الموضوع ده بنشكر الدولة وبنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة تمام المبادرات اللي عاملنا حاجة ما تتوسفش بصراحة شغالين للنهار موجود جبار وبصراحة يعني مبادرة الميت مليون صحة تمام الناس كلها بصراحة يعني كلمت عن الموضوع دوت والقضاء على فيروس سي فإحنا بنشكر الدولة وبنشكر سيادة الرئيس بجد يعني الراجل ده شغال للنهار تفرت معنا كتير يعني حسنوا يعني حسنوا كل حاجة بقت كل حاجة سهلة ما عادش في حد مثلا بيه في الباب المستشفش حد كل هذا طبعا أثر أكيد إيجابي يعني الموضوع إيجابي جدا يعني